هوري زيزو عنده عرض جدي؟ الأسبوع اللي فات أنا قلت لك حاجة مباشرة زيزو لأنه يرحل عن الزمانة بالشرط الجزائي وصل من كم يوم عرض رسمي من نادي الريان القطري الناس يكلموا مع زيزو بشكل مباشر عن طريق وكيل قطري الرقم ضخم اللي معروض على زيزو معروض على الراتب يفوق 50 مليون جنيه في السنة رقم يعني ما فيش نادي القصر زيزو بعيد عن النادي الزمانة بعيد عن النادي الزمانة لنادي الزمانة كم؟ ما دي لسه يعني مرحلة التفاوض لسبب واحدة كريم إنه موجود شرط جزائي تقريبا يعني بما يعادل 2 مليون دولار فرقم مش كبير نوع بقى يعني بما يعادل وزيزو عادل مش هيستغله فزيزو مش هيستغله فالنادي شايف إن أنا طالما مش هدفع رقم كبير أعوض اللعيب فعشان كده معروض عليه رقم كبير جدا 50 مليون جنيه في الموسي يعني بالدولار بما يعادل حالي 50 مليون جنيه فرقم كبير جدا ما فيش نادي في مصر يقدر يدفعوا اللعيب أو حتى يقرب من الرقم ده فالأمور بدأت إنه زيزو يعني عينه تزاغلل من الرقم زي ملعيبة تانية زي طرق حمد أما راح اتحق جدا بعد الدورة على طول في قعدة مع زيزو مع والده الموقف إيه هنعمل إيه دلوقتي معروض علينا الرقم ده هنقدر نعمل إيه لكن حتى الآن أقدر أقولك إنه زيزو لن يرحل بالشرط الجزائي لو رحل خلال الأيام الجادي هيكون باتفاق مع نادي الزمالي